تعالوا نروح مرة تانية لزميلنا كريم أحمد ولقاء مع أحمد عبدالقادر لعب النادي الآلي نجد التحية لكل جمهور النادي الآلي في كل مكان زي ما بنقول فوز عظيم الحقيقة لكل لعبت اللي النادي الآلي أحمد عبدالقادر نجم نجوم النادي الآلي الحقيقة اللي ببارك له النهاردة ومبارك لكل اللعيبة زي ما بنقول لكل مقتدر نصيب الكل بيكتهد ربنا بيكرم الجميع الحمد لله نهاردة جمهور النادي الآلي كان شاء عظيم ربنا كرمك كمان نهاردة أحمد موجودك ومباراة الموضية كان فيه السرار كبير وإخلاص أحمد عبدالقادر لعيب كبير لكن الفرصة ما بتيجي الحمد لله ربنا بيوفاك حابب تقول لهم نهاردة على المباراة وعلى الفوز الكبير جدا في قبل نهاية دورة عبدالعفر والله أولا الحمد لله أنا ببارك للجمهور اللي كان موجود النهاردة واللي ما قدرش يجي برضو ببارك لهم لأن هم دول السند والدفع بتاعنا أن احنا نطلع عقص حاجة عندنا بشكرهم جدا وبقول لهم تاني مبروك والحمد لله نحن قدرنا نسعد من سيمة فائلا عشان نكون موجودين في النهاية لسه البطولة ما خلصتش لسه عندنا بنجدد دوافعنا بنجدد أن نحن نكون موجودين بصورة أكبر في النهاية إن شاء الله وانتوق بالبطولة أما بالنسبة لمشاركتي إذا ما أنت عارف أنا بقالي فترة كبيرة جدا برا المشاركات بأكتر من ست شهور أو سبع شهور تقريبا من عدم مشاركة سواب كارفن أو صوبة فالحمد لله الواحد لما رجع بيحاول يقول إن هو موجود أو بيحاول يطلع أكثر حاجة عنده لأنه مش عايز الفترة اللي فاتت تتعود تاني فأنا بأحمد ربنا وأتمنى الاستمراري يعني واحدة من الأشياء المميزة جدا أحمد وهو التزامك وهدوءك وإن أنت بتتمرن فقط لغير الفرصة جات لك الحمد لله أثبت ناس كتير جدا لا أحمد عبدالقادر أد الفرصة وأد إنه يكون متواجد بشكل كبير جدا الفترة اللي فاتت دي اشتغلت إزاي عشان توصل للمرحلة دي لا والله أنا من زمان بأشتغل بس مش عارف يمكن الناس كانت مركزة بس معايا شوية عبدالقادر مش ما بتمرنتش عبدالقادر مش بركز أنا طول عمري كده يمكن طلع شوية حاجات مع راش تلع اثمانين أو طلعوها ببنان على إيه بس أنا زي ما قلت لك أنا بأشتغل في تمريني بحاول أركز لما الفرصة بتيجي بتحاول تمسك فيها لأنه هو ده أكلي عيشة كان سمس نهايات على التوالي ده شيء كبير جدا وإنجاز تاريخي للنادي الآلي كان عبدالقادر كمان إن شاء الله يكون مشارك فيه المبرانة النهائية بيمثلك إيه وجمهور النادي الآلي النهاردة ده الحقيقة بيمثلك إيه لأنه كان مشهد رائع جدا ومماز جدا هتاف كالعادة بيمثل إيه لحمد عبدالقادر ابن المبناء النادي الآلي أنا سمع قلت لك أنا بابريكلوم طبعا أول ناس لأنه بجد لو منجير الناس دي ومنجير مسندتهم في الأستاذ مش هنقدر نطلع كل حاجة عندنا لأن مسندت دي اللي بتخلينا هي الحافز بتاعنا من الآخر آه لا 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 النهاردة الأجواء كانت مختلفة أنا أنا بقالي فترة سمعت لك بعيد لازم أدخل أجواء المباريات تاني وأدخل إن أنا بقى الحماس رجعه تاني والحمد لله يعني أتمنى بس إن أنا أكمل على كده أهم حاجة إن أنا أكمل على كده بس أكون موجود يعني في الملعب إن شاء الله اللي جاي شايفة إزاي مبارات النهائي شايفة شايف مبارات النهائي يعني زيها زي قبل النهائي طبعا أكيد ويمكن أهم كمان بكتير إحنا خلاص على بعض خطوة من التتويج إن شاء الله فأتمنى إن اللعبها كلها تكون مركزها ولسه عندنا زي ما أقولك فيه مطشط في الدورة أهم إن إحنا نركز فيها ووقتي ما يجي النهائي إن شاء الله أكيد كلها يفصل إن هو يبقى مركز في النهائي وأتمنى أتمنى إنه لتبقى بطولة النادي الأهل إن شاء الله أهلا الله أخليك أهلا الله أخليك أهلا بارك وكل نجوم النادي الأهل الحقيقة صرار كبير في كل مرة نقول هذا الأمر مجهود كبير بوزل والحمد لله رب العالمين ربنا توج كل المجهودات الكبيرة جدا بفوز النادي الأهل بنتيجة كبيرة على فريق مازنبي في قبل نهائي أبطال أفريقيا النادي الأهل خلاص في المبارات النهائية يا رب إن شاء الله بإذن الله كل التوفيق لنادي الأهل